هي خطوة أخرى تحققها الكرة الجزائرية في نهاية المطاف ونحن نتحدى ربما الهيئة الإفريقية التي حرمتنا من احتضان نيائيات كأس أمم إفريقيا 2025 بفضل كل هذه البرافق التي نتحدث عنها تخيل تلك المفارقة الجزائر وهي بعيدة عن تنظيم كأس إفريقيا 2025 لديها على الأقل ست أو سبع هيكل رياضية من أعلى طراز في الوقت الذي فاز به الجار بتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا وهو لم يستطع الوفاء للهيئة الإفريقية بتنظيم هذه الكأس في تاريخها المحدد مسبقا اليوم الجار وهو يرمم ويبني الملاعب ولا يلتحق بالتاريخ الذي قطعه على نفسه كوفاء الجزائر من جهتها تمضي إلى الأمام وتمضي قدما لتجشين هذه المركبات الرياضية ما أريد أن أقوله هو أن جارة العادة أن أي بلد عندما يحتضن تنظيم أي دورة قرية أو إقليمية يستفيد من تعزيز المنشآت الرياضية ليكون في مستوى ذلك الحدث الجزائر لم تنتظر لا حدث إفريقي ولا عربي وذهبت مباشرة في بناء وتجهيز وتجشين ملاعب في ظرف قياسي يعني بين ملعب علي عمار علي لابوانت وملعب حسين أيت أحمد أسبوع بين تجشين تاريخي من 10 ستأيض هذين الملعبين لذلك هليئا للشباب الجزائري بهذا الصرح الرياضي الكبير ترجمة نانسي قنقر